بسم الله الرحمن الرحيم اهه الله أكبر ما شاء الله النزان عايز ايه النزان عايز يعتمد على نفسه في الحالة المادية حاسس انه هو مش صحب قرار زي ما تقولوا حتى المادية مش مستقرة اول في النسبة للبنات فهم برضو عايزين يعتمدوا عن نفسهم المادية نفس الشيء يعني اه نفسه في ايه انا مش عارفة والله يا جماعة هل الحالة المادية عندكم سيئة للدرجة دي انه انتو يعني فعلا عايز نحتاجين كلوس دنيا اللبطاشة لا هو واضح ينفيه توطيش عايز تحس بشوية امان يعني انت مش حاسس بامان خالص يعني حتى مش عارف بكرة ممكن يكون في ايه بكرة مش السناء اللي جايه شايف شريتك ازاي امان ! قوي قوي شايفه قوي وامدعمك ووقف جنبك وامساندك ااااااااااايم يمكن يكون مش بيديلك ااااااا مشاعر وحب روماسية لكن هو شريط worth يعني واقف جنبك ومسندك ومعاك على الحلوة ومعاك على المرة. يعني حاجة ما شاء الله حلوة جدا. الطاقة ما بينكم حتى برضو ترتين قلبه جامد. هو فعلا يا شايمة قلبه جامد. لكن هو فعلا جامد. يعني هو تقدري تعتمدي عليه. الطاقة ما بينكم king of swords. قوة برضو ما شاء الله. اعتقدتكم قوية جدا جدا جدا. فيها شوية يمكن يكون فيها انسحاب كل واحد فيكو بقى بيفكر لوحده شوية. يمكن مش عايزين تزوده هموم بعض. لان الميزان شريكو بقى عامل ايه. شريكو بقى متنال خالص بقى يعني هو تقيبا بيحارف كزا جبهة. فحالته تعبانة. يعني هو محتاج مساعدتك يا ميزان. وافتكر انت بتفكر لوحدك مش عايز تشغيل له همومك لان انت اوريجي شايف ان حالته حالي. ما عندوش توازن. التوازن ما فقد للتوازن خالص. يعني نفسه في شوية توازن. ونفسه يحس يعني نفسه ببسيس امل. يعني عايز بسيس امل. شايفك ازاي? شايفك الامان ده الابوه. يعني لو النيزان هو الرجل. فالشريكو شايفه هو الضهره. ده شايفوه ام شايفة فيه ضهره. وسنده. وشكلة يعني من اشكال الاعتمديني هو وانت بتعتمد عليه. صорي هو بيعتمد عليك. اعلاقاتكو يعني جميلة الصراحة جميلة في اساس لحاجة تحط واضح ان في اساس لحاجة زي ما قلت لكم وده ممكن يكون فكرة فكرة مشروع حل اتليست يعني اتفكروا في حلول حطيته اساس للموضوع بس هو لسه عايز شغل في تحول جامد هيحصل عندك يعني زيان انت وشريكك بازن الله في شنف جديدة طلع اهي خلاص فيه حاجة هتموت خلاص حاجة هتروح لحالها وشمس جديدة تطلع بصوا بقى معاها اين عجلة حظ الحمد لله الحاجات الوقفة الحاجات اللي متعصرة ان شاء الله هتبتدي العجلة الدور ويبقى فيه تيسير في الامور اكتر من كده ان شاء الله ايه الحالة المادية مش شايفة فيها تغير مش هيحصل فيها تغير لو حالتكو سبب الازمة عندكو والمشكلة عندكو حالة مادية مش هتطور قوي بس انتو هتحسوا بالامل هتبتدي تحسوا ان الدنيا هتبتدي تمشي ان شاء الله يمكن الشهر الجاي تبتدي الدنيا تتحسن مادية بس انت على التراك انت ماشي على التراك انت حطيت اساس كويس اوكي حطيت ساعات وعملت مجهود باذن الله فيه تغير جامعة هيحصل وعجل اتحذب الدور ان شاء الله تغير فيه جميع المجالات يعني الحاجة زي ما قلتلكم الوقفة المتعطلة باذن الله هتتيسر بقى شكرك يا شايماء اوي 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 باذن الله اللي خلطوكم القراءة واللي خلاص فهمتوها فتك رفهمتوها اه يعني الصراحة كانت باري باري سباشل ما تكلمين انتي يا لولا اسأليك باذن الله يا منا باذن الله حببتي يا نجوة حببتي مرسي قوي ديتي حببتي يا ربي انت ان شاء الله لا لخصيها شلت الكروت يا عزمي شلتها بس حلخصها لك بسرعة الميزان عنده الحالة المادية مش كويسة خالص نفسه الحالة المادية تتحسن شايف شريفه قوي ومسندوس وما بيدعفش خالص او لو بيدعف ما فهو مش بيبين لضعفه ده الطاقة ما بينكم قوية جدا جدا وفيها شوية شوية انتحاب او تفكير كل واحد بيفكر لوحده شوية لان الميزان مش عايز يزود هموم شريكه لان الشريكه شلتها جدا جدا ومحتاج مساعدة الميزان شريكة يا ميزان شايفك ظهره وثنده وشخص بيسق فيه جدا 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 وشايفك قوي شايفك قوي جدا جدا عنده طموح ويعني امال عليك كبيرة او حص عليك امال كبيرة مراهن عليك وان شاء الله يبتكون محل استقرد ان شاء الله فيه كمان توقعات ان شاء الله بالنسبة للفترة دي فيه تغير جامت هيحصل عندك وان شاء الله في العلاقة يا ميزان وعجل تحظل الدور بإذن الله طيب تعالوا نشوف المجموعة التالتة او الاخيرة العفو يا سلم على ايه رح قاله وانا كمان بحبك يا احلام قوي 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 تاريت ميلادك ده ايه يا روحي ده الميزان لو هو الميزان اسمعي احنا بنقول ده ده فرح فيني يا با الحمد لله ومنوروني يا روح قلبي يعني ايه الحمد لله ربنا يجعلني سلام افرحك بإذن الله يا نومة ادعو ادعو يا جماعة ادعو كتير كتير انا بقى بيحصل لي حاجة غريبة في القرية بقى بيبيني وضع في جماعي من ورا مش عارفة ايه ده طيب ناخد المجموعة التالتة والاخيرة المجموعة التالتة بتبتدي من عشرة لحد واحد واشرين نغمبر من عشرة لواحد واشرين نشوف نشوف الحالة العامة نشوف 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 طيب النزال? طيبا عدة بمرحلة فيها لعبكة كتير ومشاكل كتير زي ما توشيكين المية اللي بتحرك بالسرعة دي ولخبطة لخبطة. في مشاكل او رتم سريع من المحداثة كتير ورا بعد ورا بعد. حالة توتر حالة آآ قلق. في حاجات آآ يعني كانت موتراف جامد جامد بس شكلك رايح على مرحلة اكتر هدوءا ان شاء الله الشهر ده يا ميزان دنيا عندك ريئة باذن الله في حالة رواءان وهدوء ومية ثبتة زي استجادة بالظبط ان شاء الله حاجة سموث جدا الميزان كمان ممكن يكون عنده مسئولية الكارت الدهبون كمان بيوحي بالمسئولية الله يسلمك يا هوبه مسئولية ناس متعلقين بك يعني اب مثلا رب اسرى ام هي المسئولة او اي حاجة من الشركل ده انت حاسس ان فيه ناس متعلقة في شرقتك وانت لازم توصل بيهم لبرا الانام بازن الله حتوصلت بازن الله شايفة ام كينج اف كوبس ام كينج اف كوبس مهتم بشركك عمال تدلعه عمال نتديله اهتمامك نتديله تركيزك ونتديله حاجات كتير قوي بس من الواضح ان حصل خطأ الماني اما منك او منه يا نزاني الله اعلم منك ولا منك سوي شكله من حد في حالة هروب هنا بتهرب من وجهة الماني لانك لو وجهت وتكلمت هايزعل هايزعل لان الوجهة هتكون عنيفة وقوية وحتقول كلام صعب انت في حالة ان غناس في الزيت دايما تقولو ليش مكتئب شوية بس زعلان موصلتش مرحلة الاكتئاب بس زعلان وزعلان حسن وزعلان على نفسك اكتر ليه انت حسن وقع عليك ظلم انه شريكك ظلمك انفصلتو طيب الزعل اللي انت فيه ده لا مطول مش هتحرك زي ما انتو شايفين ده لا عايز يتكلم ولا عايز يتناقش لا عايز يصلح ولا عايز يتحرك وزي ما انتو شايفين مغم يعني واعد عالكورسي الاعدة دي معناها السبات السبات انه مش ثبات في الثقة في نفس لا انه مفيش حركة انا مش هقوم بخطوة انا قاعد يعني مش انك انت تعمل اي خطوة انا قاعد واللي عايزني يجيلي طيب عندنا كمان night of cups صعب قوي ان في ظل هذه الاحداث انت يكون عندك احساس بالرومانسية الرومانسية بتغير عليك دلوقت يعني انت نفسك فيها وحاسس ان عارفين الرومانسية بيبقى احساسك مرهب شوي بتبقى حساس فان يقع عليك ظلم وان الشريكك يزعلك بالطريقة دي وانت في الحالة مش عايز اقول ضعيفة هي اه هي soft شوية soft انت حاس ب softness شوي يحصل معك كده فده شيء صعب بس انت متماسك برضو يا ميزان خلينا برضو نقول الحقيقة انت متماسك فيه عندك خبر حلو برضو جاي لك انت والمجموعة الاولى شايفة هنا leadership قيادة الناس اللي بتشتغل شكلها هتاخد مركز فيه قيادة شوية يعني هيبقى فيه ناس انت ناس تحتك انت اللي بتوجههم انت اللي بتوجههم في العمل لا قيادة 100% فيه هنا كمان قيادة لمصيرك يعني انت اللي متحكم فيه ايه طريقك انا امشي ازاي ده حاجة تجيب للعمل اكتر يعني انت اللي بتقرر يعمل تعمل ايه و ما يتعملش ايه انت اللي مماشي wir qu zen تطورك في العمل ماشي بصرعة كويسة الشهر ده بصرعة العربة زي ما تشفين يا اه شوية. اه ماشي بسرعة شديدة. يمكن شكلك يا ميزان هتحط همك كله من العلاقة هتحطه في العمل. وانا مع الموضوع ده جدا اي ازمة عاطفية. اشغل نفسك بالشغل. اللي ما بيشتغلش يشغل نفسه بحاجة يتعلم حاجة يرسم حاجة يعني لاي حاجة يطلع كل الطاقة زعله وحزنه يطلعها في منتج ايا كان بقى اللي بيشتغل يطلع تركيزه في شغله. اللي بيعمل اي حاجة فيها فنون يفنن بقى. انا على نفسي بعمل كده. لما حس ان انا مدايقة او مجروحة ببتدي اعمل اي حاجة اطلع حاجة. وعلى فكرة بنتطلع حاجات كويسة جدا. عارفين والله كل حاجة صح. كويس جدا يا توقف. حلوة اوه. هلخص القرية وحنشوف دلوقتي العلاقة العاطفية اخبارها ايه? هي طغي على قريتك العامة جدا بس برضو الحمد لله تلع لنا حاجات بالنسبة للعمل. العمل عندك ان شاء الله ماشي كويس. واللي ما بيشتغلش مفيش جديد. سوري بجد اسفة جدا مفيش جديد الشهر ده بس ان شاء الله يكون غلطانا. اه في هنا مرحلة عصفة انت هطلع من عصفة. والدنيا هتبتدي ايه? في هنا اه 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 ا محتاج ترضية عم استني ترضية. في ظلم وقع عليك واضح. اتزلمت في شيء. ممكن برضو زي ما قلت لكم يكون في ورق بس انا ما يلقى اكتر ان هو يكون ظلم بس ممكن برضو ان هو يكون ورق يا جماعة الورق ده ان شاء الله هيدي لك قوة هيدي لك قيادة ان شاء الله. اه انت في حالة رومانسية او زي ما قالت اه تاميليا حالة ضعف. انت حاسس بضعف لانك نفسك تمشيع الفترة دي. عندك احساس مرهة الفترة دي. لو الامور عندك عطفية مش ماشي كويس فانت فعلا كل موقف لا تحسد عليه. لكن جاي لك خبر كويس. في حاجة عندك هتتغير تقريبا في العمل هتمسك قيادة في حاجة معينة. مش شرط على فكرة يكون شغل يعني ممكن يكون قيادة في اي حاجة يعني ممكن تكون خينا نقول ست وجزهة. طب وان جزهة عامل شيء غلط فانت ما استزمام الامور دلوقتي. انت خلاص انت مش عارف تفكر او انت بتغلق. اه رايح يعني ايرفين جدا على جنب. انا اللي حامسك القيادة دلوقتي. قيادة في ايبك. اه للي ما بيشتغلوش يعني. شايفة حالة اه يعني دي جمود. حالة جمود جمدة جدا في العلاقة. الميزان مش ناوي يعمل اي خطوة. مش اشتغلوش.